يستهدف برنامج وعمل الحكومة الجديدة ترسيخ قيم العدالة والمساواة بين الجنسين ومبادئ تكافؤ الفرص كما يستهدف البرنامج أيضاً العمل على توفير فرص الترقي العملي والعلمي للمرأة انطلاقاً من أهمية ترسيخ قيم العدالة والمساواة بين الجنسين ومبادئ تكافؤ الفرص استهدفت الحكومة ضمن برنامج عملها الطموح ملف التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة والذي يمثل أولوية وطنية لدى الدولة لذلك تم إطلاق عدد من المبادرات الوطنية المخصصة لتمكين المرأة في مختلف المجالات البرنامج استند إلى ثلاثة برامج فرعية تستهدف توفير فرص الترقي العملي والعلمي للمرأة وتشجيعها على المشاركة بفعلية في برامج ريادة الأعمال إضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة سياسيا ليضع برنامج الحكومة عدداً من المسارات نظراً لقدرة المرأة على الحصول على الفرص العملية والعلمية وذلك استناداً إلى مبدأ تكافؤ الفرص أحد المستهدفات الحكومية لتعزيز دورها منها استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين والتوسع في المنح الدراسية للفتيات في المناطق الريفية والنائية إلى جانب التوسع في برامج تأهيل القيادات النسائية لتولي المناصب القيادية فضلاً عن الاستمرار في تعيين المرأة بالوظائف القضائية في كل الجهات والهيئات القضائية وكذلك التوسع في تعيين القاضيات في الوظائف ذات الصلة بإدارة المحاكم والنيابات وتولي الدولة اهتماماً كبيراً أيضاً بصحة المرأة وهو ما تبلور من خلال إطلاق مبادرة لدعم صحة المرأة فضلاً عن أهمية مكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة وهو ما ركز عليه برنامج الحكومة أيضاً من خلال التوسع في تقديم برامج الرعاية الصحية لهن بمختلف مراحلهن العمرية وبرامج إعادة التأهيل النفسي لهن جهود حثيثة تقوم بها الدولة لتمكين وحماية المرأة وذلك إيماناً منها بأنها شريك أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة